تخيل يا رجل لأقول ازايكو عاملين ايه كله تمام يا رب تكون كل حاجة بخير تخيل يا رجل قبلت حد لطيف جدا يعني وكنا بنتكلم على حاجات اه وضع الاقتصاد واسعار العملات الصعبة وامتى الدولار هينزلوا ليه يوسف والحدوتة دي كلها اتقل بس هجيلك بعدين يعني فقالي هو اصلا احنا ما بنصدرش والله العظيم ان دي بقى لنسبالي كانت الجملة الصدمة قطولي احنا ايه قالي ما بنصدرش قطولي احنا ما بنصدرش اي حاجة والله العظيم كده قال لي ايه قطولي خالص قال لي خالص احنا عمرنا ما صدرنا قطولي ايه طب احنا ما بنصدرش مثلا برطقان بطاطس قال لي لأ طيب ما بنصدرش سجاد ما بصدرش سراميك ما بصدرش غاز ما بصدرش منتجات بيترو كيميكلز او بيترو كيمويات خالص قال لي لأ حضرتك بتجيب الكلام ده منين بالزبط كده يعني هنا اخد بالك انه كان بيكلمني بلغة بلغة وبلهجة الواسق بتجيب الكلام ده منين قلت له بجيب الكلام ده انه ده شغلتي يعني ثم انه هوحنا طول عمرنا بنصدر حاجات يعني حتى مع اختلافنا مع انظمة ومش عارف ايه وكل الكلام ده بس كنا بنصدر يعني على الاد صحيح بنصدر بكميات مش اللي المفروض احنا كمصر نصدرها لكن كنا بنصدر قلت له لا ده هتعالى بقى احكي لك احنا بنصدر ايه في الحاصلات الزراعية بنصدر ايه في مواد نصف مصنعة بنصدر ايه في مواد مكتملة التصنيع او منتجات مكتملة التصنيع ده احنا بنصدر بالمبلغ الفلاني طيب احنا بنستورد بكام فقالت تحكيله احنا بنستورد بقى ايه طب بنجيب قد كده من الصين بنجيب قد كده من روسيا قد كده من الاتحاد الاوروبي قد كده من انجلترا قد كده من امريكا قعدنا نحكي طيب انا بحكي لحضرتك كمشاهد وكمشاهدة الكلام ده ليه لانه على ما يبدو على ما يبدو في مشكلة في التواصل مع الناس يعني ان احنا نوصل لهم احنا كلنا بالمناسبة سواء ازا كان الاعلام المرئي او المسموع او المكتوب احنا كلنا محتاجين نشرح للناس اكتر احنا بنعمل ايه طيب موارد مصر ايه طيب يا ترى ايه الخطوات اللي قطعتها مصر خلال السنين اللي فاته نشرح اكتر اتقول يوسف انا اسمعناك بنشرح واسمعنا مثلا استاذها لميز بتشرح واسمعنا استاذ محمد شيردي بيشرح كويس لا ده احنا لازم نشرح اكتر واكتر بكتير ولازم نفهم الناس اكتر تاني احنا مش هنخترع شيء ولا بنخترع ولا كنا بنخترع احنا بنتكلم هنا على واقع الواقع فيه وجهين وجه انه لسه فيه بعض الناس مش عارفة اللي بيحصل وحجمه وتأثيره عليهم فإن لم يكن تأثير سريع وملحوظ عليه فهو تأثير اعتبره مستقبلي في المدى القصير والواجه الاخر انه فيه حاجات كتير فعلا بتتعمل الوصلة دي الكبري ده الجسر ده عارف انت الفيلم بتاعي شو يقمل هو الشكل ده هو الجسر ده لازم يعد بناءه من اول وجديد هو الجسر بتاع ازاي نقدر نوصل المعلومة لكل المواطنين للكل بمعنى الكل ده مهم جدا 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 الابعد الحدود عارف ليه مهم لانه انا بقى اظن وصححون يعني لو انا غلطان برضو فيه اسدزة ومتخصصين في مثل هذه العلوم المتعلقة بسيكولوجيا الجماهير المصري بطبيعته عنده كده ايه عاطفة جياشة ووجد مستمر ويحن دائما ما تفهمش ليه للحاجات اللي هي ايه تخلي الدمعة تفر من عينه يعني لما ييجي يعد ويسمع يحب يسمع اغنية حزينة لما تلاقيه قاعد كده يتذكر امور فيتذكر الناس اللي توفوا في عيلته او اصدقاء القدامى اللي فارقوا الحياة وتسمع الجمل بتاعت انا بقيت لوحدي واصحابي كلهم راحوا حاجة كده انا اتمنى دائما نحن نخرج بره هذه الحال انا عندي ظن انه لاسباب عدة اولها الاستعمار المتعاقب اللي جالنا خلال فترة قصيرة جدا من الزمن فحاول يخلق منك شخصية هزمية ده بجد شخصية لازم تطحن لازم تبقى مطحونة حزينة مهزومة ده شيء غريب طب تلاحظوا في ايه سيبك من القصة اياه لما مسج يقول لك هيجي وقت وهتشوف مصر من اكبر ومن اهم كويس كده عشرين اقتصاد على مستوى العالم اول ما اقول كده شوف اول ما اقول كده هتلاقي ايه مصر مين مصر مين ده 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 احنا مش حمل خطة من امريكا ده احنا مش حمل مش عارف هزة من انجلترا ده احنا مش حمل مش مين اللي قال يعني على اي اساس وضعت هذا القياس تاني بسبب الموجات الاستعمارية هي اللي خليتك شخص انهزامي او خليتك مجتمع للأسف الشديد يعاني احيانا من اعراض الانهزامية وانك غير قادر وانك ما تعرفش مع انه بالواقع العملي انت شعب زكي جدا جدا بل انت فائق في زكائك بدليل ان انت في عندك علماء كبار اوي في كل المجالات علماء كبار اوي في كل المجالات طيب بلاش ده طيب تعالى نقعد نشوف على سبيل المثال الاسماء المصرية المعروفة في الحداثة يعني في وقتنا ده في الاقتصاد يعني محمد العريان مصري ولا بلجيكي مصري ده على سبيل المثال انا هنا بقى ممكن اعدلك مجموعة من اكبر رجال الاقتصاد والمال مش رجال اعمال رجال اقتصاد رجال سياسات مالية ونقدية ومش حاجات زي كده في الدنيا الدكتور محمود محيددين برضو على سبيل المثال باسمه بتاريخه وبالتايتل بتاعه الرفيق الى اخير وهكذا انا ممكن اقولك على اسماء موجودين في ارفع مدارس الاقتصاد في العالم في لندن سكولو فور ايكناميكس على سبيل المثال او في سايس في جونز هوبكنز بول نتز يعني على سبيل المثال وهكذا لا ده نوالي لك ناس في ستانفرد ناس تانية في يال الى اخره اسادة اقتصاد كبار طيب هل ده معناه ان انت غير قادر لا انت عندك دائما القدرة ربنا اخترنا كده اعتبرنا نحن مختارين ربنا اراد انه ينعم علينا بثروة زي ما اراد انه ينعم على الاشقاء بثروة في باطن الارض ربنا بقى انعم علينا احنا بثروة على سطح الارض اسمها ثروة العقول المصرية قعدنا عهود وازمنا لا نستغل هذه الثروة فربنا سبحانه وتعالى شاء انه نبقى في عهد جديد في زمن جديد في جمهورية جديدة ونبدأ نتواصل مع هذه العقول في كل مجالتها ونستعين بهذه العقول وبهذه الخبرات علشان ايه علشان نطلع لقداب امال انت عملت كل ده ازاي بجد والله يعني انت متصور ان كل ده تعمل ازاي مش كل ده تعمل بافكار وباستراتيجيات وبدراسات وباستعانى بالعقول المصرية اللي موجودة برا اللي موجود يعني المهندس هاني عازر على سبيل المثال ولا المهندس ابراهيم سمك ولا وما الى زي هقعد عدلك يعني الاستعانى دي هي اللي قدت الى تحرك سريع جدا فيما نطلق عليه الجمهورية الجديدة